اهلا بكم مشاهدين الكرام إلى الثاني من حصة البلاد اليوم لهذا اليوم نتحدث فيه عن القضية التي تثير الكثير من الجدد قضية التقاعد والضمان الاجتماعي ربما شاهدنا في الأسبوع الماضي إضرابات لنقابات المستقلة وهذه النقابات تحدد أيضا بأنها سوف تقوم بجولة ثانية من إضراباتها نتحدث عن نظام التقاعد في الجزائر نظام الضمان الاجتماعي نتحدث عن فئات أخرى التي تستفيد من لونساج ومن كناك ومن لانام ومن إلى ذلك مع ربما واحد من المسؤولين عن هذا القطاع في الجزائر إنه الدكتور شوقي عاشق يوسف مدير عام السندوق الوطني الضمان الاجتماعي لغير الأجراء أهلا بك دكتور أهلا وسهلا مرحبا دكتور إذن أنت ونحن والجزائريين يعني عاشوا أسبوعا فيه الإضرابات النقابات المستقلة كان هناك حديث عن أن التقاعد المسبق هو القطرة التي أفاضت كأس غضب هذه النقابات وجعلتها تحتج قالت لكم ظلمتمون لماذا يعني في عصر التقشف تتقشفون على حسابنا أنتم ربما عندكم دراية وعندكم اطلاع وعندكم أرقام كيف تنظرون إلى هذه الاتهامات وإلى هذه الطلبات وإلى هذا الغضب النقابي؟ والله هذا كلام هذا كلام ضرفي طبعا الإنسان اللي يعرف اللي اليوم قاعدين يطلبوا شي هذا ممكن لازم يعرفوا بل كان ضمن اجتماعي وخاصة يعني بالنسبة لصندوق التقاعد لو كان يزول كل أجراء ولا غير أجراء لو كان يزوله كل إنسان رح يعمل طول حياته وبعد يوصل باش تكون عنده من حتى قاعد ليه والعيلة نتاعو لو كان ينهارو ما يبقاش عنده ما عاشت هذه لازم يحطها في بلو إذا لازم نتكفله من درك من سناو حتى تاني يعني يكون إفلاس تام بالنسبة للإخوان هذو اللي ممكن نطرب قبل ربما دكتور حتين فمو هو الشيء اللي خلينا راح نروحوا للإفلاس تام هناك برفق اقتصادي ربما أننا نعيش في العالم شوف نعطيك نعطيك لازم مقارنة نحن نبقى هكا بالكلام العشوائي هكا بدون ما يعني نفهمه الوضع يقصوا نفسنا بالعالم شوف كل إنسان شوف في العالم كامل ضمن الناس يعملوا كل حياتهم أولا كيفية تحسب يعني المعاشات تنتحهم يقول كيفية يعني يحسبوا العقود خيات تنتحهم أولا كل سنوات اللي يعملوا فيها ويهزونا ما ينتحهم إحنا في الجزائر نهزو أحسن عشر سنوات ولا خمس سنوات الأخيرة هذه اللي هو لا ثانيا في العالم ككل لازم يعني يقدموا الإشتراكات على الأقل 40 سنة أو 42 سنة وما أكثر إحنا في الجزائر إلا 32 سنة باش يكون عنده واحد كاتقوبين بوخصان يعني تعالوا ساليخ تعالوا تعالوا الراتب تعالوا في المدن الأخرى عندهم بالنسبة الراتب تعالوا عندهم خمسين الناس في العالم الأخرين في البلدان الأخرين يعني أربع أخمات الراتب صحي يخرجوا بالنسبة حتى يعني خمسة وستين سنة سبعة وستين سنة مكانش قليل مبقاش تقريب وحتى من الناس البلدان اللي كانوا يخرجوا على ستين سنة حالين قاعدين يعني يمدوا في الفترة حتى يعني يخرجوا ما بعد أربعة وستين خمسة وستين سنة وما أكثر نعرفوا بلي حاليا ب SER lookee za就是 يعني الإنسان yeah until a 60 واحد لي عايش خمسين سنة رقال عاش بزاف حنا حاليا d cmd lasting瞬س سنة يعني المهمية أخem faux dele displacement & 0 so we are not looking for 401 والì إنسان قادر عندو دول الإمكانيات قادر يخدم قادر القدخش كماتك اذا آنا منفردان حاليا منفردان تاع واحد يخرج خمسين سنة يخرج ج medium ودخلت خمسين سنة وهذا قم بداي يمد لكن ربما هذه النقابات يا دكتور هذه النقابات رأي غلطة في هذه وزيد مدابية يقول لك أعطيتونا شيء ما عندك مش الحق تعودوا تراجعوا عليه هذا كلام شوف هذا كلام موش خاصته المسئولية وروح المسئولية وولن هاد شي هذا كيتز القانون الأصلي القانون الأصلي يقولك ستين سنة الرجال وخمسة وخمسة سنة النساء بالنسبة للأجارة وبالنسبة للغير أجارة خمسة وستين سنة للرجال وستين سنة النساء يعني الناس اللي يقولك لا هذا ستناكي سوسيال هذا لازم نفهمه كيف ها جاءت الشي هذا هذا الضرفي ستناكي سوسيال هادي ماش حاجة اللي جاءت بصفة استثنائية جاء في وقت وينجزائر كانت في أزمة هنا نعرفه كامل بللي في التسعينات تحتم الحال بنروحوا للأفامي باش نروحوا عدنا تقريبا نطلبوا فاش نعانى من برا ولكن اللي يمد الكليسي اللي فيلك راح يقولك لازم يكدير بعد شي وتحتم علينا بهن نقفلوا مؤسسات بهن نخرجوا الناس على برا بيخرجوا يعني يخرجوا للشوماج يعني حويش كثيرا وكانت قاسية لكنها لمفر منها لمفر منها باش يعني بهن تكونش يعني لشوك هذا كي يكون كبير بهن ناس من القوش روحهم بدون معاشات القوش روحهم في الطريق بدون عمل بدون هذيك جاء هذي لغوطة تنتيسيبي جاء في ضرف ما ولكن حاليا الحمد لله درك مقاش مؤسسات يقفلوا المؤسسات قدون يحلوا ورانا قاعدين نشوفوا الناس يقولوا لا للإزمة وما للإزمة شوف الإزمة يعني لو كانت شوف بالنسبة للبيترول صح السعر هبط ولكن بلاد اللي عندنا 800 ألف منصب شغل اللي الآن على المستوى لا نام في القطاع أنت على قريكوتي وما يلقوش كل عام اللي فيها 400 ألف اللي في الباتيمة وما يلقوش كل اللي راح يعمل هنشوفوا مؤسسات يجوا من الخارج وما يلقوش العمال هذه النقابات الدكتور ربما ترفع شعار تقولكم لا تتقشفوا على حسابنا لا هذا ما تتقشفوا على حسابنا شوف شوف أنه رحنا هنا يعني ضحايا للتقشف لا لا مش ضحايا ما تبدوش بينه بهذا المفهوم شوف هذا الإنسان يتكلم بالكلام هذا يقولك ما بداش بأدي أناني هذا أناني أناني في الوقت الضرف هذا اخترناه كي يبقى المعدل هذا منه على 15 سنين ما عندوش مئة مصق سوى لديهم لغوتغت ولا دون ما تكونش عندهم لغوتغت يا يا أخي واحد اللي قاعد يعمل حاليا ورايح يدي لغوتغت ساعه لعشر سنين ولا خمسة عشر سنين سنة منه الفوق ويلقى بللي مكان شاكين إفلستان بالنسبة للصندوق كيف ها كيف ها رايح الموقف تاعه هذا قاعد يخمم على روحه الدرك وحتى يعني بالنسبة للناس اللي يقولك أنا نخرج لازم نخرج على 50 سنة وننجت بصيفة استثنائية إذن لازم نرجعو لضرف عادي ضرف عادي 60 سنة نعم اسمح لي 60 سنة بنسبة الرجال 55 سنة بنسبة النزعة هذا الضرف العادي اللي معمول به ونذكر بلي في العنزي نأكد بلي في العالم راهو من 64 سنة وطلح ما نكونوش نخليو الأمور تضهور شوف في البرتغال برتغال مع الأزمة قرروا من جوجو غولانديما من اليوم الغد قرروا ما بقاتش 60 سنة يطلعو 64 سنة بعد 65 سنة حتى 67 سنة في اليونان في الكثير من الدول يعش أزمات قرروا باش المنحة تسقط 50% شوف يعني الضرف كان صعيب قرروا نحن 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 نديرو شي كما هذا نحن نحن نرجعونا للمور في مجرها جاء في الضرف استثنائي هذا كل اللاغوترات تنتيسيبه حاليا نرجعو لأغوترات هذه النقابات قول لك حتى ولو أتخذ هذا القرار حتى ولو كان محق هو ما كانش ديمقراطي بالنسبة لينا أو بالنسبة لهذه النقابات قلت لك أنه في الثلاثية نحن لم نكن حاضرين وأنه هذه الثلاثية يعني مثل ما يقال بالدرجة لعب حميدة ورشام حميدة يعني كانت أحدية هكذا بعض النقابات وصفت هذا الشي شوف الله يعني ما استشرتهمش في هذا الشي وقررته شوف يا أخي أنا كنت من الناس اللي أسوا النقابة على الأطبال عمون إحنا لفيزا فيتا عنا شكل اللي رح يعمل معنا وزارة صحة إذن هذه النقابات اللي تعمل في إطار ما لازم هؤلاء في قطاع ما عندها قطاع عندهم لزنسينا يعملوا مع مع الوزارة تعال تربيع تعليم نعم تعال تعليم عالي مع وزارة تعليم عالي دركك يتعود نقابة اللي عندها من كونفيدرغاسيون اللي عندها يعني كل القطاعات انت حين تمثلين مع فيها هذيك لتكون شارك وهذي في كل كل العالم هكاك لو كان دركك مشكل خاص إلا باللزان سينيور إلا بال هذك الوقت معلش كان معاولة معهم ولكن في الوقت الحالي كل واحد هذي مخي كان مشكل طرحوا المشكل تعالي غتغيت جراء كان الوزيرة اللي دارت معهم اجتماع وحتى من الوزير اللي دار معهم اجتماع ما جاوش للاجتماع منا يقولوا منا يقولوا ما مش سامعيننا ومنا لما يكونوا مستدعين ما يجوش هما قالوا يعني رهم جاو فقط من أجل يوم دراسي جاو من يوم باش يعني يعرضوا عليهم أمور معلومات يشوفوها ويروحوا ما كاش يعني فرصة للحوار ما كاش فرصة للمفاوضات شوف شوف الناس يقولون محقورين أنا يعني أنا كأب أنا أولادي محقورين أنا لما يجي يقرأ ويلقى الأستاذ مجاش ويبقى في الشارع وقدر أكشف الشي اللي ساير ويكون في الخاطر هذي ما قدوش نقبلو هذي يعني لازم يكونوا لازم يكونوا واقعيين والمعلمين أراهم أبا لازم يعرفوا باللي أيضا لازم الحق تحت تلميذ يكون قبل من كل شي دركة بالنسبة للشي هذا لازم يعرفوا لازم يعرفوا هما الحمد لله مفاهمين وقاريين لازم يعرفوا باللي الضمل الاجتماعي عنده للميت نتاعه الضمل الاجتماعي لازم نحميه خطرناها بلا ضمن اجتماعي ما نقدروا نداويه ما نقدروا تكون عندنا تقاعد ما نكونوا هانيين وهذا ربما ما يحلل لسؤال آخر قضية توازن صندوق أنتم فيما يخصكم صندوق الوطني العمان الغير أجراء شوف يا يعني لو عندك معلومة حول الأجراء ما عليش ممكن ممكن كيفاشا قضية التوازنات اليوم هل فعلا أنه الأزمة ربما تخلينا نستشرفوا مستقبل شوية صعب شوف بالنسبة ضمن الاجتماعي كتال الأجراء ولا غير أجراء ما عندهمش علاقة مع الأزمة لماذا ضمن الاجتماعي كتال غير أجراء ولا الأجراء ماهوش عايش من نفقات تتاعد دولة لكن يتأثر بها مثل هذا إلغاء تقاعد المسبق وما إلى ذلك عنده عنده تداعيات عنده تداعيات بالنسبة لتصير لازم كين مقييس أعلمية لازم تخلو فيها دورك هنا كان ضرف لو كان يعني لو كان جات جينا في بلاد للجزائر ما تخميمش على أولادها شارات صارات كيما صارت في فلاقراز كيما صارت في بورتوغال وصارت في الجزائر في التسعينات إحنا عندنا لو كان هكا نخرجوا الناس قال ما عنديش بان نسلك ما نخلصك وخرج في الشارع ما عندكش خرج يعني التوازن تراهي لا ما نحوص عليك حنا الوقت لذلك الجزائر بقي تطلع وتثبت كيفاش نديره باش الناس هدو ما يلقوش روحهم بدون راتب بدون ما عندهم ملادهم مغطين بدون هدوك الوقت يأي لكي صانت على كاشة شماش ويأي هذه الوطقات انتسيبية باه واحد يقدر يروح عن وطقات تقرب 50 سنة يروح وطقات على الأقل ما يلقاش روحه بدون راتب بدون مداخل هذه جات بصفة استثنائية سبحان الله هذه رانا ضمن اجتماعي منظمة ضمن اجتماعي تخمم على ولادها الجزائر تخمم على ولادها واليوم جاء ونجتموهم هذه ما نقدر وش نقبلوها جات بصفة استثنائية صحيح وقال توازن الصندوق يعني انت تطمئ بالنسبة توازنات توازنات على صندوق لو كان بالنسبة للصندوق نتع التقاود لو كان كملوا بهذه النفقات اللي خارج يمرك 51 سنة يجي خارج اولا يخرج ب50 سنة يقول كان يعيت ولكن يعي في العمل تعود بشي راح يقري في مضرب اخر ولا يقري في غاراج ولا يقري ولا يخرج كعامل بشي روح يحكم بلاست عامل شاب يخدم حتى 60 سنة وخرج وفتغلت وبلغ ما نهضروا يعني الأعمال الشقة هذيك تكلموا لها كتير هذيك كل قطاع رو يتكلم وقال راح نعمل عليها هذيك بش ميروح حق تاني واحد لي ما يقدر حتى حتى 60 سنة هذيك داخل في فيطار للأحالين قاعد ويدخلوا فيها شكل راح يقرر القطاعات ولكن أيضا أيضا نذكر الأطباء الأطباء يعرف الشهادات نعم دكتور عاشق يوسف يعني أنتم في الكثير من الدوات الصحفية تكررون لازمة أنه يا أصحاب مشاريع لونساج يعني يصبرون قليل ما أهم العقبات التي توجهوها أمام هذه الفئة ولماذا شوفوا أولا نتكلم ساعة لونساج لونساج ولكن شوفوا الله ما تعبوك مش شوية راهي لا نعم دكم ونفهمك صح كيف جاء لونساج ولكن لونساج ولكن نعم نعطيك درت محاضرة في فرنسا مع إخوان فرنسية وكانوا شباب تكلمت لهم المزايا اللي تمد لونساج وتمد لكن يعني على طريق لونساج عندهم تسهيلات باش الدولة تساعدهم ميسلكوش لزنبو شحال من سانة عندهم كل تسهيلات عندهم بريوريت بالنسبة لبروجي عندهم 20% لهم بريوريت لما تكلمت الأجنابي تقولهم أنا خلص شعني لزنبو شحال من سانة صحي أنا لما تكلمت معهم الجنابي وكان يبدأ اليوم يعمل نازم يسلك لزنبو احنا عنده خمس سنين في الصحر عنده عجر سنين يعني تسهيلات كما هدو ما هو الرد الفعل تعال الفرنسي انتع الشباب السناف يوم بايقولولي فهمنا اوالله انطق واحد اللو اللي انطقش قال لي قال لي هل فيه تسهيلات باش تكون عنا لنصنا يتالجيرين باش نكون جزائرين يعني شباب الجزائري اللي يحلم بجنسية فرنسية حتى الفرنسي بيانسو يشوفوا تسهيلات لكن بعد ذلك في الواقع يا دكتور لما تكونوا يعني في قضية صندوق نظام الاجتماعي غير الأجراء خلفهم العدالة خلفهم مشاريع غير مدروسة خلفهم شوف يا اخي شوف اولا انا نتحددك بمنطق الشاب هذا نتحددك شوف اولا الشباب ترميح كثير يقول لكم جاء او شباب هدو هدو داو صور تقصر لهم يديهم ما يخدموش هدو هدو شي لناس وكين يقول لك وردوهم عرفوا شوية نكونوا يعني نتفائلوا في البلاد هذه ردنا تعدين تعتفائل وحنا كيفية الناس يتعاملوا غير وش أهم المشاكل التي تلقوهم على هدو الشباب شوف بالنسبة للشباب أولا نذكر بلي أكتر من 70% من هم قاعدين يعني ناجحين وقاعدين يردوا في السلفية هديك وراهم لبس بهم يعني نحن في الإعلام نركزوش على المشاريع الناجح نركزو فقط على الفشيل صحي نشوفو غير الفشيلة بالنسبة الفشيلة ما يشأكل الفشيلة بالنسبة 30% هدو كينا اللي قاعدين يساعدوا فيهم النصاج والاكنك يساعدوا فيهم يمشوا معهم ونطلبهم تسهيلات بالنسبة للركاب بالنسبة يعني الكوتيزات تحهم بالنسبة الاشتراكات اللي قدموه يعني الدمان الاجتماعي القانون المالي تكملية 2015 جاب سهولة كبيرة وزد مددنا حتى 31 ديسمبر تعالى السنة هذه إنسان اللي كان السنوات الماضية ما سلقهمش ما قدمش اشتراكات ولو هي ملزمة القانون صحيح احنا درنا تسهيلات أولا نقولنا ناس معل بانهمش كتير ناس معل بانهمش عنا أشكركم اليوم يعني قاعدين ألاقى الناس اللي يسمعونا رحين يفهمو كل إنسان اللي ما كان من قبل قدم الاشتراكات عنده الفرصة حتى 31 ديسمبر آخر سنة هذا ما زالونه تقريب شهرين ونص باش يجي يقدم الاشتراكات تعالى السنة هذي نديروله جدول بكل تسهيل تعالى السنوات الماضية وليما يقدم جدولها في صالح المشترك في صالحه ونزيده نحيوله ضريبة تأخر يعني ما يسلكش خلاص ضريبة تأخر لما يجي يقدم الاشتراكات بنهاره تكون عنده التغطية صحية تكون عنده بطاق تشيفة يروح زل الدوية عند الصيدالي عندنا تعاقد معهم عندهم عند بعض الكلينيك بريفي يعني عنده يعني عنده كثير وعنده أيضا وهذه حاجة مهمة بسكنت كلموا عليها عنده المعاشية تتاعه بالنسبة التقاعد صحيح ربما أنت ذكرت من المزايا التي يحصل عليها هذا المشترك قضية الوصفات الطبية والأدوال التي يغطيها ضمال اجتماعي الوصفات الطبية هذا وأكبر ربما الكوابيز التي يعيش بقطع ضمال اجتماعي في الجزائر يعني بين من هو حقيقة يحتاج هذه الأدوية وما إلى ذلك وبين من يحتال بها بعض أحيان العطل المرضية وما يتبعها نشكرك على السؤال هذا شوف يا أخي أنا قدم الاشتراكات عندي حق في بطاقة تشفى عندي حق في المزايا هذا يجي واحد قدامه ما يقدم اشتراكات ويجي بطاقة نتاعه يروح يهز بها هذا غش يروح عن الطبيب يقول يدير الوصفة الطبية يعطي له الأدوية نتاعه ونذكر بلي كثرة الأدوية ضر الجسم هذا كطبيب يعني كطبيب فيهم الضر والأدوية لازم تخرج على طريق الكبد ولا على طريق الكيلة وهذا اللي كان يتسهلكوا ما يبقى وش يتعاوضوا إذن حذري هذا كويقاية صحية هذا كويقاية صحية هما وش يدير يروح الطبيب يعطيه أبرب الأدوية ونتكلم على الإخوان الطبية يعني يكونوا حذرين بالنسبة الشي هذا طبع يزيد له يزيد له يقول ما سيزيد لدوها ذاك ما يبقى يسجل شي اللي يقول له يعني المريض وهذك الأدوية ممش راح يلليها راح الجار وراح الإنسان اللي ممش قاعدين يقدمو في الاشتراكات رانا في شوف رانا في بلد اللي كل إنسان عنده الحق في التغطية الصحية اللي راه معوز دولة دولة دستورية وزيد حتى من القانون الصحة جديد زيد أكد عليها كل إنسان عنده الحق في العلاج أولا اللي ما عنده المداخل ما عنده الإنسان معوز دولة اللي تكفل بها ديل البطاقة داموني ويروح يداوي في المستشفيات وإلا في قطاع العام وإلا عنده بالنسبة الناس اللي يعملوا غير أجير عنده يخدم في رزقه يجي يصلك يقدم الاشتراكات وعنده كل تغضية بالنسبة الأجير لازم اللي يخدم العمل لازم يصرح بيه وما لازمش الأجير اللي يعمل عنده يقول لا أنا ما تصرح بيه ها العمل تعل النقابات هاي النقابة اللي لازم تعلق لازم تروح وتقول وتوعي هداك الغير الأجير تقول أكنسيان ما لازمش تقول مكالة مدهم لي سوار وقضية المؤسسات اللي ما تصرح بعمال هذه هي بعد المؤسسات اللي ما تصرح رايح في الخطاء شوف يا أخي هذي داخلها بالنسبة المؤسسات قدر نقول لك بالنسبة للغير الأجراء الحمد الله كانت تحسن شوف بالنسبة للأجراء ولكن هذه قضية الثانية تحسيس ومن بعد يجي الرضع ونذكر باللي في مرحلة التحسيس حتى 31 ديسمبر بعد نولى الرضع والرضع يكون قاوي ما بقى حسسنا عنا أكثر من عام درنا للوات من 2015 اللي فيها التسهيلات ما ما كانش داري بالتأخر ما كانش غير تسهيلات درك الناس يجب يفهم 31 ديسمبر عندهم تسهيلات اللي يجي ما عندوش ما يكونش الرضع يقدم الاشتراكات قادر يشري السنوات الماضية على قل يدخلو في من حتى قاعد ما عندوش ضاري بالتأخر هذي كل تسهيلات اللي كان ولكن بعد كان الرضع بالنسبة يعني الارباب العمل اللي ما مش قاعدين يعني يديك الأخبار يعني يخدم تحهم ما يصرحوش بعمل ما يصرحوش بعد 2 جنفير يكونوا في الميدان إنسان اللي ما يصرحوش رو قادر يدخل الحبس ما لازم ينسوها وعندو النماند كيف يعني واحد يقبل بواحد عامل يخدم عندو رو قاعد يخدم عندو والعامل عندو ولاد ويكون يعني يخليه يخدم ولادو يمرض والله هو يمرض ولا يصرال أكسيدون بخاري ولا بدون ما يتحير عليه يعني على الأقل يعطي حقه بالنسبة الغير أجراء سبحان الله رو يخدم في رزقه وهذا عندو ولادو وعندو عائلتو ونعرف كل إنسان يقدم اشتراكات تكون تغطية بالنسبة لح بالنسبة الزوج والزوجة اللي تخدم الزوج والزوجة بالنسبة الولاد بالنسبة الوالدين تاع الزوج وانو الوالدين تاع الزوجة ولو ماملوكا واحد عمدو اخطو ولا حاجة اللي ما عندهاش ممكن تكون عند التغطية شوف يعني ضمن اجتماعي كيف رجين ضمن اجتماعي هو يمكن عندو دور كبير لكن هناك شيء مرض ما في الجزائر يمكن ينقص من استفادة المواطن والله على الأقل يسبب متاعب للمواطن قضية البيروقراطية شوف ياخي بيروقراطية عاشق يوسف في هذا المجال بدخل المواطن أولا 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 كاين تخذنا شيء جديد بالنسبة للعصرنا أخطر ما هم نقدرش نبقى في العصر نتاعنا ونخليه العصر يمشي ونحن بخلم في عصرنا ونتكلم كغير أجارة غير أجارة اليوم كل إنسان اللي يجي وحتى من بالنسبة للأجارة يقدر يدي ديكلاقات 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 يدي ديكلاقات مباشرة على طريق الانترنت هذا شيء جديد يقدر ونحن نحن تعاقد مع البادر نهار الثنين ونحتم إنسان اللي عنده الكارت سيئب أو الكارت بانكار يسل مباشرة في السيستم بلا ما يرح يجب صور يجيب ويتعب بالنسبة لدكلاقات كان بكري نطلبوا له الإكستردنيسانس نطلبوا له الوثايق يعني نتع اللي يتحصل من البلاديات حاليا ما نطلبوها لونش حنا ندخلو مباشرة يعني في اللاباس دونيت على المشتغل الانترير إذن هذا زالت بالنسبة البلان فسكال كنا نطلبوا البلان فسكال حاليا ما بقينا نطلبوه يجي دير السيستم ديكلاقات لو كان يرباح يقدم الاشتراكات يقدم الاشتراكات يقولوها بخمس ملايين في العام ولكن هو حاب تكون عنده من حتى قاعد أحسن ويحب يقدم المكسيمم 64 مليون في العام يندكر ها يتسنحها من لزانبو يعني دي تسيل أخرى هذا لو كان يحب يديرها من حقه يتسهد عنده من حتى قاعد أحسن ولكن إنسان اللي يجي عنده مداخل كبيرة ويقدم لحد الأدنى يقولوا لا يا أخي لازم ندير لك نتخل طلع في الاشتراكات تاك طرمحنا الفلسفة تعظم الاجتماعي هي فلسفة تضامن ما بين أفراد وما بين أجيال ولكن نشوف باللي الثقافة تعظم الاجتماعي بدأت تدخل في الجزائر وهذا رمي ما أحب عندي سؤالي كثقافة باش نرقهم هذه الثقافة وش لازم على المواطن أنه يفعل وش لازم على السلطات أنها تفعل السلطات أولا لازمها تتقرب من الناس وبتفهمهم وهذا الشيء اللي قاعدين نديروا فيه لو كان بالنسبة لغير وجراء كانوا عنا مديرية جهوية درنا مديرية الولائية حلينا أكثر في ضرف 6 شهر 136 شباك يعني نقدموا نتقدموا من الناس حلينا كل الانترنت الفيسبوك يعني كل تسهيلات كاينة وزايد على هذا تتلققوا شكاوة وقتراحات وردوا للناس وزايد على هذا أعطيهم حتى من الميل التاعي يعني personale يعني إنسان يحب كاتبني رجع له مباشرة لم يكاتب لي 12 علين رجع له 12 علين لبقى تعرف باللي كالتتصال مباشر مع يعني مع المواطنين أعطيهم برك الميل للمواطنين dj.casnos arubask gmail.com بكل بساطة بكل بساطة أشكرك جزيلا شكر الدكتور شوقي عاشق يوسف مدير عام صندوق الوطني لضمى الاجتماع لغير الأجراء ربما قربتنا أكثر حول هذا المالدان ربما البعض شوفوه تقني وبير وقراتهما إلى ذلك سرحتونا بسهولة شكرا جزيلا لك نزيد قبل ما نكمل ولو سامحت أتفضل نزيد نأكد نتكلم خاصة مع نقابات يعني لزانسين يوم هما رهم قاعدين يعملوا في القطاع تحهم ورهم بسموعين في القطاع تحهم وقاعدين تتعاملوا في القطاع تحهم يعقبوا يعني يعقبوا المنفعة العامة قبل المنفعة الشخصية هذه واحدة زوج انتبعدوا من السياسة هذه هذه الجزائر قبل كل شي يعني نبعدوا علينا هذا الشكل وزيد نطلب المعلمين راكم أساتي داركم آباء ما نخليوش ولادنا في الشارع وما نضرون في قرائتهم وإن شاء الله كل شي يزول إن شاء الله توصل الرسالة الدكتور شوقي عاشق يوسف مدير عام الصندوق الوطني لضمان الاجتماع على المجراء على المشاركة وشهد الكرام بهذه الفقرة نصل إلى ختام اشتركوا في القناة